الأهلي النهاردة استقنف استعداداته من خلال مران صباحي الساعة 9 الصبح في استيد مختار التتش وكان فيه تركيز كبير جدا على بعض الجوانب البدنية وبعض تدريبات القرى وأيضا بعض التدريبات اللي كانت في صالة الجيم وأيضا بخصوص حراس المرمى تدريبات كانت مهمة جدا القطاط اللي حضر لكم شايفينها دلوقتي على الشاشة هي القطاط حصرية لمران الأهلي الصباحي كما هو المعتاد لكن التدريبات البدنية كانت في الجيم الأول قبل انطلاق المران الجماعي اللي اتدى باجتماع مصغر للجهاز الفني مع اللاعبين وأكيد كان فيه حديث أو تركيز على أن الصفحة تتقفل اللي فاتت دي احنا بنركز في اللي جاي والحديث عن بعض الجوانب الفنية ده أمر مؤكد النهاردة كان فيه احتفال في بداية المران بعيد ميلاد أندريس أندويا طبعا مخطط الأحمال للفريق اللاعبون كمان يقدوا بعض تدريبات القرى المتنوعة اللي ركز عليها كولر والجهاز الفني ومن خلال تنفيذ بعض الفنيات المحددة لكل لعب تبقى للرؤية الفنية خاط كمان السنائي أليو ديانج وأليو ديانج من الغائبين عن الأهلي في الفترة الحالية بسبب الإصابة في العضلة الخلفية قدامه أسبوعين تقريبا عشان يندمج وينخرط في التدريبات الجماعية مع الفريق رامي ربيع كمان قدرت تدريبات بدنية في الجيم وكان فيه جاري حول الملعب سواء هو أليو ديانج أو على هامش مران الأهلي النهاردة في إطار البرنامج التأهلي أهو ديانج وربيع قدامكم على الشاشة في إطار برنامجهم التأهلي المحدد لكل منهما كمان رباعي حراس المرمى محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي طبعا وعلي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء قدوا تدريبات بدنية وفنية متنمعة تحت إشراف ميشيل يانوكن مدرب أل حراس ويمكن الشناوي في الحقيقة لازم برضو نتكلم على عودته المستوى بشكل مميز جدا من ساعة ما الموسم يبتدى احنا فاكرين طبعا الموسم اللي فات فترة ما كانش موفق فيها خالص الشناوي قبل ما ياخد الراحة بس الراحة دي فرقت مع النادي كله بصراحة يعني فبالتالي عاد الشناوي بكوة بأداء مميز كالعادة وبمساهمة بارزة في مختلف المباراة اللي فات فيها النادي الأهلي خلال الفترة اللي فات تتكلمنا على ديانج وصبطة في العضلة الخلفية وتدريبات تأهلية بيوصلها خلال المرحلة الحالية وأكيد حيجيب عن مباراة يوم الأربع المقبل بإذن الله يعني ده بخصوص بعض الأخبار والتدريبات الخاصة بالأهلي النهاردة بكرة حيكون في مران الأخير بالنسبة للفريق وحيقل من خلاله طبعا كل القايمة وبالمناسبة احتمال يبقى فيه تغييرات في التشكيل احتمال يعني أنا بقولك بالنسبة تتعدى 50% بخلاف الغيابات الطبيعي جدا فهي تغيرها لكن ممكن تلاقوا غياب آخر أو حاجة برضو هننتظر للأمور تمشي إزاي لأننا دايما نتكلم في الإطار الرسمي فأيا كان الحمد لله عندنا قايمة مميزة جدا من اللاعبين وأي حد هيلعب إن شاء الله بإذن الله حيقدي بشكل كويس ودي طبعا آخر مباراة قبل فترة التوقف الكبيرة في الحقيقة والأهلي ملحقناش نشبع منه يعني الأهلي كانوا حشنا جدا ابتدى يرجع وكمان مش بس يرجع لا ده أبدع وفرحنا بانتصارات مختلفة على مختلف الأسعادة فحنفتقد الأهلي تاني لمدة شهر تريد ومساوب إيقاف بطولة الدوري وبعدها يرجع إن شاء الله الأهلي يكون أفضل كمان لأن أكيد هتبقى فترة مهمة للجاز الفني حيقف فيها على أكتر من جزئية مهمة تتعلق بالفريق في الفترة الحالية وبمستقبل الفريق كمان في الفترة المجبلة ودي كلها ملفات أكيد حيركز عليها مارسل كولر المدير الفني المبشر جدا واللي ابتدى بشكل كويس جدا هذا الموسم مع النادي الأهلي دي تفاصيل مهمة جدا تتعلق بالأهلي النهاردة وسعادته لمباراة الدخل